الرب غير الشعوب بأكملها بسبب الصلوات يعني كان آمر بإنهاء أو كان لكن برضو الرب اتدخل طبعا عايز أقول كم آية كده بحب كده نأسس كلامنا على كلمة الله يقول كده في مزمور تسعة فيه طبعا فيه أجزاء كتير قوي حلوة قوي في المجال ده لكن مزمور تسعة وتمانين وعدد تمانية يا ربي إله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك أنت متسلط على كبرياء البحر إحنا شايفين كبرياء كده بياخد قرارات متعجرفة هو متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لجاجه أنت تسكنها إحنا بنقول مشكلة الإنسان الكبرياء اللي ما تعلمش بس الله ليه سلطان على كل عالي أنت صحقت رهب رهب ده اسم من أسماء مصر في كتاب المختص مثل القتيل بزراع قوتك بدت أعدائك لك السماوات لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستها الشمال والجنوب أنت خلقتهما فعندنا آيات كتيرة قوي بتتكلم عن الفكرة دي أنه الله له سلطان على كبرياء البحر يضع للبحر حدا أيوب قال كده أو في سفر أيوب اللي فاز قال كده فلنا عايز أقوله أنه ماذا يصنع الله الحاجة الأولى يستطيع أن يضع حد لكل شر ولكل شرير آخر الحبل في أيديه يقدر يوقفه دي حاجة أولا حاجة تانية اللي يقدر اللي نتوقعها من الله أن يعملها هو أنه يخرج من كل هذا الشر بركة وخير أسمح لأقول الله عبقاري في الحكاية أكيد مبدع في أنه يصود بسلطانه على قصة في منتهى الألم ومليامة شر وظلم ويطلع منها أعظم بركة وده رجأنا وإحنا بنتفرج عن نيوز كده على الأخبار وشايفين بقى الأتل والافترة أو حتى وإحنا شايفين أزمة زي كورونا ولا اللي طمننا وإحنا شايفين كله ده أنه ينفع الله يخرج من كله ده بركة وخير ده سلطان الله في أمثلة كده طبعا حياتنا الشخصية مليانة يعني تانيسة كنت بتحكيلي عن 40 سنة في الخدمة بص عليهم كده شوف قد دي مواقف كانت شكلها مزعجة ولما خلصت اكتشفت إن واو ده اللي جي بعدها يعني كان يستاهل جدا وبالعكس ده في حاجات ما كانتش هتنفع تتحقق إلا من خلال القصة المؤلمة دي حياتنا كله مليانة يوسف قال أنتم قصدتم بشرا ولكن الله قصد به خيرا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده ما هي أسوأ وأشر مأساة حصلت في التاريخ في الصليب ماش كده مأساة مأساة حقيقية بلاطس قال جملتين عكس بعض كده حاجة لا يعني لما تتقال دي في قاعة محكمة حاجة مضحكة مبكية لم أجد فيه علة دي الجملة الأولى جملة الثانية هو قال جمل الثاني بس يعني دولار ملخص يعني لم أجد فيه علة الجملة الثانية خذوا وصلبوا مأساة يعني بجد يعني انتحرت العدل انتحر يعني يعني مشهد مهزلة حصلت لما تشوف المسيح على الصليب تقول ايه تقول منتهى انتصار الشر منتهى عنفوان الشر تشوف على الصليب يعني اللي هو ايه أقصى حدود المأساة في إنسان بريء يصلب ملازم بواحد بإقرار القاضي الطبيعي بتاعه لكن القصة دي ينفع يخرج منها خير يخرج منها خلاص و لما تبص على القصة كده تقول يا مسكين 33 سنة ونص رحت في عز شبابك ملحقتش بص على اللي حصل دلوقت ملايين 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 البشر وما زالت تنتد الكنيسة فعشان كده اللي يعمل الله هل الله يعمل حاجة أول حاجة يحط حد تاني حاجة يخرج خير يخرج خير عشان كده أنا بادعو أخواتي وحده عادي تتفرجوا على الأخبار وتسمعوا الأرقام قولوا له ورينة اتدخل وطلع خلاص وخير من ده يعني محتاجين نصلي قوي في إنه بدل ما نقعد نلوم الله عليه نقول له اتدخل وطلع خير احنا عم نشوف الصورة المحدودة لكن الله شايف كل الصورة اشتركوا في القناة